وفق مجلس الشوراء خلال جلسته برئاسة معاليا السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة وعلى تقارير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بعد عامين ونصف العام جاء قانون العقوبات والتدابير البديلة ليقف بين يدي السلطة التشريعية ليستعرض أهدافه المرجوة والمتمثلة بتطوير النظم الديمقراطية في السياسات العقابية والمواثيق والعهود الدولية إضافة إلى تطويره إنسانيا قبل أن يكون تشريعيا ليعيد تأهيل الخارجين عن القانون معنويا واجتماعيا أن هذا المشروع يعزز دور حقوق الإنسان على أعلى سمة ووجه في العالم فهذا للدول المتقدمة والدول الراغية وذات الصفة العالية لحقوق الإنسان ووجوده فهذا معمول به في بعض دول العالم الغربي وأمريكا وبعض الدول الشرق الأوسط كذلك لإحترام الإنسان وحقوقه وفي تقليل لجنة المرافق العامة والبيئة حول تعديل قانون إشغال الطرق العامة قرر المجلس الموافقة على تعديل القانون نظرا لعدم مواكبته للتطور الحالي باعتقاد أن القانون النافذ نظر على فترة طويلة وهو في الواقع صدر قبل إنشاء المجالس البلدية أو النظام الحالي للبلديات الحمد لله أن القانون مر من خلال المجلس الشورى تقريبا بالإجماع وبانتظار إعادة صياغة من قبل الحكومة الموقرة ليأتي مرة أخرى للسلطة التشريعية في حين وفق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول خطورة الجرائم الانتخابية التي تعتبر بحد ذاتها مخالفة لإرادة الناخب الحقيقية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين